ايام قلائل تخشى اوساط سياسية من تداعيات بقاء القوات الامريكية في العراق المتواجدة وفق اتفاقية الاطار الاستراتيجي لدفاع المشترك الموقع بين البلدين عام 2008 لردع جميع التهديدات الموجهة ضد سيادة العراق وامنه وسلامة اراضيه خبراء اشاروا الى ان الاتفاق الاستراتيجي المرتقب بين البلدين سيصطدم بالرفض من قبل بعض القوى السياسية العراقية المقربة من ايران والتي تطالب بخروج القوات الامريكية دون اي اتفاق او شروط مسبقة ستكون هناك معارضة على طبيعة الاتفاقية العراقية الامريكية يعني بعض القوى بالاصل تطلب خروج هذه القوات الامريكية دون اي اتفاق دون شروط مسبقة وهذه طبعا القوى معظمها صوتت في البرمان العراقي وطالبت باخراج القوات الامريكية اخرون اكدوا على اهمية وجود اتفاقية جديدة تتضمن علاقات صداقة مع الجانب الامريكي وتضم محطات عدة يتفاوض عليها العراق منها حصر السلاح بيد الدولة وتطهير المناطق التي تتواجد فيها جيوب داعش وتقديم حلول اقتصادية ووبائية للعراق مضحين ان الاتفاقية الاستراتيجية الحالية لا تتعدى كونها حبر على ورق يجب ان تكون هناك استراتيجية جديدة اتفاقية جديدة ليست اتفاقية الاطار الاستراتيجي ولا التي قبلها الاتفاقية الامنية التي انتهت في عام الفين وداعش هناك يجب ان تكون محطات اخرى يتفاوض عليها الجانب العراقي منها حصر السلاح بيد الدولة من جهة من جهة تطهير المناطق التي لا زالت فيها جيوب لداعش الاجرامية ومنها ايضا حلول اقتصادية وحلول وبائية من الممكن ان تكون هناك اتفاقيات صداقة مع الجانب الامريكي ورغم اختلاف وجهات النظر بشأن الوجود الامريكي على الاراضي العراقية وعدم وجود اجماع بين السياسيين الفاعلين حول هذه المسألة الا ان الواقع يبرز قناعة غالبية الجهات السياسية بضرورة بقاء القوات الامريكية وذلك لحاجة العراق لها لمواجهة تهديد تنظيم داعش المستمر وهو ما يعني ان المخرج المنطقي لكلا الطرفين هو توقيع مذكرة تفاهم تتعلق بوضع القوات الامريكية تكون واجبة التنفيذ لجميع الاطراف وهو ما ستبنيه نتائج المفاوضات القادمة